الوحديث بقى البلاء والأمل والأعراض والكلام اللي حنفتي بيها إن شاء الله في صحيح البخار كل إنسان اللابد أن يبتلى ببلاء ما بشكل ما فأنت إني لأن تبتلى في الله أشرف لك ليه؟ لأن هذا الطريق القويم المستقيم الذي نصبه الله عز وجل لعبادة وجعل الأنبياء أدلاء عليه وأمرنا أن نسأل الله عز وجل أن يقيمنا عليه فنقول اهدنا الصراط المستقيم هذا الطريق اللاحب الطويل إذا نظرت خلفك يشرفك أن تكون من أبناء هذا الطريق من الذي سبقك فيه الأنبياء؟ أنبياء الله عز وجل صلواته الله وسلم عليهم أتباعهم من أهل الإيمان هذا يشرفك أن تكون واحدا ممن يبتلى في الله لأن هذا البلاء يحط خطيئة ويرفع درجة بخلاف بلاء أهل الدنيا يمكن أن يعذب به وما يأتي أشد فلأن تبتلى في الله عز وجل هذا من شرف الغاية التي يعني يصبر المرء إذا ابتلي في الله عز وجل ليصبر إذا نظر إلى مرضات ربه وإلى الثواب الذي يحصله من وراء ذلك